اشتركوا في القناة او قناة العملات الاستثمارية وخدمة او قناة العملات الاكتتاب ايضا طبعا لو نشوف هذا شارت عملتنا في عملة بونك حطينا كذا صفقة من الله الحمد كل صفقاتنا تكللت بالنجاح طبعا اخر صفقة اذكر كانت هي هذه وعقب نزلنا تحديث ان هي شكل نموذج الراية لكن الحمد لله ان العملة صعدت لغاية الراية وكملت شوي يعني كان الهدف لهذا المستوى وهي كملت اصلا لو نشوف كم الربح تقريبا كان بالمئة تقريبا ثمانية واربع ثمانية بالمئة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يستهلون الشباب طبعا بعدين حطينا صفقة ثانية في حالنا العملة عطتنا اختبار هني يقدرون يدخلون الشباب اللي ها ويستنون الهدف هذا لكن شو صار بمجرد او نروح لشمعة الاربع ساعة نشوفها احني خنا نمسح اللي هو اللي رسمناه هذا شو كيف خنا نرسم حتى الراية هني حيث نتوضح الرأي شوفوا هني مجرد ما صعدت عطون نزلت ما في مجال ما عطت مجال اللي عطت الاختبار فالدخول او نقدر نقول الصفقة هذي اللي كنا حطينها على الجنب ملغية يعني حتى واضح الصفقة اللي هي هذي هاي صفقة ملغية بحيث ان العملة اساسا ما صفقة عطت اختبار فصار هبوض حلوين حلوين الان حتى هذي الصفقة بنحذفها يعني هذي الصفقة تامة لان هاي اساسا نحن فيها من الزمان وباخليها من نزلها شوي اه تقريبا 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 هداف العملة نحط انه الفوق العملة شكلت نموذج كوب كبير يعني لو نشوف ان هذا السعر لها السعر تقريبا هننزل حط اه تقريبا بنقول اللي هو اربع ساعات حيث تبين القمم اللي هي شكلت عليها تقريبا هني اوكي انا با اشوف القمة اللي تماثل القمة هذي بحيث انه يكون فيه كوب لانه اذا مش متواصد تقريبا القمة ما يكون كوب تقريبا زي هاي القمم متوازية يعني القمة هذي مع القمة هذي هني فبعد ذلك تصار شكلت نموذج الكوب هني العملة بعد ذلك العملة اللي نشوف اخترقت اختراق وهمي بعدين شكلت نموذج العروة فالان العملة تحتاج رجوع اعلى السعر اللي هو تقريبا صور فاصلة اربعة صفار هي لانها شارت الفيوتر صور فاصلة اربعة صفار تحتاج العملة ترجع تغلق فوق صور فاصلة اربعة صفار ثلاثة خمسة تحتاج اغلاق فوق هذا السعر اذا اغلقت العملة فوق هذا السعر انا بالنسبة لي العملة راح تستكمل الصعود ليش لانه شكلت نموذج الكوب والعروة حاليا يعني انا بالنسبة لي حاليا ممكن العملة ترجع تهبط يعني كحد اقصى هني بترجع تلمس مرة ثانية لترند لاين او الدعم هذا اللي هو على سعر صفر فاصلة اربعة صفار خمسة وعشرين وترتد تصعد يعني هذا كأس سيناريو اذا ما ارتدت من هذا السعر صفر فاصلة اربعة صفار خمسة وعشرين يعني راح تبدأ تستمر في النزول فمهم جدا انه تحترم هذا السعر وترتد اذا تدت هدف العملة راح يكون تقريبا بناء على الكوب هذا وقاع الكوب نقدر نقول شذيه اوكي تقريبا تقريبا هدف العملة بيكون اللي هو صفر فاصلة اربعة صفار ستة بناء على نموذج الكوب في حال تشكل فانا بالنسبة لي هذا الاقرب التحليل الاقرب حاليا لعملة اللي هو البونك مهم جدا للانفجار او يعادت الامور للصعود نحتاج اغلاق فوق صفر فاصلة اربعة صفار خمسة في شي نضيفه في شي نضيفه نروح لشمعة الساعة نشوف العملة العملة حتى في نموذج هابط نشوف العملة هني في ترند هابط شو كيف بس يسا تهبط تهبط هبوط 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 يعني لمسة مش قادرة تهبط هذا اللي نحتاج اختراق الالترند ويعادت اختبار بوم نقوم جدا نتطلع من الالترند الهابط لانه هي هاي مرة صدمت مرتين صدمت احيان مرة ثالثة ممكن تصدم هني وتحاول مرة اخرى هذا النموذج الاقرب اللي انا اشوفه في ذلك انكم خلصنا يعطيكم العافية طبعا اذا بنحط صفقة الصفقة بتكون انا بالنسبة لي للناس اللي ها بتدخل بيكون فوق الـ 25 حتى تقدر تدخل هني يعني في منطقة اللي هي صور فاصلة أربعة صفر خمسة عشرين تقريبا خمسة عشرين تسعة اللي هني تقريبا او نقدر نقول افضل عشان حب فوق صور فاصلة أربعة صفر ستة وعشرين بيكون افضل والـ stop lose بيكون على تقريبا تقريبا الـ stop lose بيكون على صفر فاصلة أربعة صفر واحد وعشرين هذا الدخول الدخول الثاني ندخل بمجرد اغلقت فوق اللي هو الخمسة وعشرين صور فاصلة أربعة صفار خمسة وثلاثين اغلقت فوق الخمسة وثلاثين هذا دخول ثاني يعني يا ندخل من هني يا ندخل بعد إعادة الاختبار هني دخولين يعني يا تذي يلا تذي نهتم يمشون يعني نحط دخول ثاني هني لذلك اللي يضبط اللي يقبل بيكون هو المعتمد وبيكون اللي هو الستوبلوز في اللي هو الصفقة في حال عادة اختبار على الخمسة وثلاثين بيكون الستوبلوز على الخمسة وعشرين والهداف بتكون هدف نهايي نحن بنعطيكم على طول اللي هو صور فاصلة أربعة صفار ستين نفس الكلام هني صور فاصلة أربعة صفار ستة وكلهم من الهدف ستة طبعا خروجك أنت تحددها لأنه إذا بحدد بيكون صعب خاصة في الصفقة اللي هي صفر فاصلة أربعة صفار خمسة ثراثين صعب أن يحدد الهداف إذا بحدد بيكون هدف أو هدفين يعني اللي بنقدر بنقول هدف أول صور فاصلة أربعة صفار أربعة صفار أربعة صفار أربعة صفار أربعة صفار أربعين هدف اللي بعد صور فاصل أربعة صفار سبعة وأربعين هدف أخير صور فاصل أربعة صفار ستين كذلك خلصنا أنا خلص قفلت يعطيكم العافية اللي تابعنا أول مرة اللي تابعنا على قناتنا في التليغرام يعطيكم العافية مفاجئ خير